دكتور زينة غسوب الأسود دكتور بالسلوكيات البشرية والاستشارية ومدربة تطوير زيت موضوعنا اليوم رح يكون تنمية الذكاء الاجتماعي عند الأولاد ما هو الذكاء الاجتماعي وقدين احنا مثل ما بنعرف عايشين مع أشخاص عايشين مع الناس وبتصور أنه كتير مهم هالتواصل بين الناس كيف لازم يكونوا بأي طريقة وكيف نتدرب عليه بونجور كاتيا يعني نحن فعلا موضوع الذكاء الاجتماعي يمكن اليوم هو اللي بيفرق بين شخصه والتاني يمكن يكون باجاج الأكاديمي نفسه يمكن يكون ما بعرف الوضع الاقتصادي نفسه ولكن اللي بيفرق بين شخصه والتاني هو كيف يقدر يكون عم يتواصل صح مهم كتير نذكر المشاهدين هون عن موضوع يمكن على طول منحكي هو قد أهمية الزكاء العاطفي لأنه الزكاء الاجتماعي هو شقفة من الزكاء العاطفي وهلا منفسر اثنين بس الزكاء العاطفي بيكون تقريباً 80% من نجاحنا بالحياة الزكاء يلي نحن بنعرفه يلي هو الايكيو هو بيكون بس 20% من نجاحنا بالمجتمع بقى الفرق كتير واضح وهذا الشي بلاش يبين بالثمانينات يعني وهلأ الأبحاث بيأوجه على هذا الموضوع بالذات خاصة بكل أنحاء حياتنا يلي هي مش بس بتربية أطفالنا بالحياة العملية وبكل الأماكن هلأ بالنسبة للذكاء العاطفي هو كيف تعرف بتفهم حالك وكيف بتدير حالك الذكاء الاجتماعي وأكيد كيف بتفهم الآخرين وبتدير الآخرين الذكاء الاجتماعي هو شقفة من هذا الذكاء العاطفي هو كيف أنت بتقدري تفهم الآخرين بس بس هني كيف عم بيفرجوك الاشياء من طرفهم هني مش أنت كيف بتشوفيها ها أهم شغلة بالموضوع لأنه هون في دعا طول في حكم على الأشخاص من نظرتنا لهم نظرتنا لهم نشوف نحن هني شو بيحبوا وكيف معقول يكونوا عم بيفكروا مش حقيقة نظرتهم للموضوع وهني كي بيشوفوك كتير مهم هني كيف قاشعين الموضوع قدين إحنا عنا قدرة كأشخاص نقدر نشوف هذا الموضوع هون التفصيل إذا بدي بدأ نفهم كيف هالنظرة ونتعامل معها أكيد كيف فينا نتعامل معها غير إنه بحياتنا في تغيرات اجتماعية كمان يعني منكون تأسسنا على شي أو تعلمنا على شي أو تربينا على شي وتعودنا وصار روتيننا بطريقة معاية يعني بيجي شي بيغير كل شي بحياتنا الاجتماعية هل نقدر نتأقلم معه كمان هون الشغلة الأساسية بتكون إذا أنت قدي ميكنة بالذكاء العاطفي تبعك لأنه الذكاء الاجتماعي والعاطفي تنينتهم مكوناتهم هو إذا أنت قوية فيهم وإذا أنت درجات الثبوت فيهم عالية جداً الثقة إذا أدي أنت بتوسقي بحالك أدي التغييرات يلي بتحصل أصلاً إذا بنعمل الفحص يعني بس نعمل فحص الذكاء العاطفي منشوف في محل معين بس بالفحص هو عن التغيير أدي نحنا كأشخاص عنا قدرة أنه نتأقلم مع التغيير يلي بحياتنا هاي من الأدرات يلي بتعلي الذكاء الاجتماعي وبالتالي أكيد الذكاء العاطفي بقى إذا نحنا عنا هالإدرات هاي دي بتعلي إذا ما عنا هاي دي الإدرات أكيد نقع وبيصير في عنا أحباط وبيصير في عنا توتر وبتسوق حياتنا لأنه كل هاتتغييرات ما رح نقدر نتعامل نحن وياها نشوف لكن كيف نتمرن على هالشي أو كيف نتحضر له أو كيف ولادنا بيقدر يكونوا محضرين لهالشي هلأ بالأول بنا نكون نحنا فهمين الموضوع لنقدر نساعد ولادنا منه هيني صح صح أول شغلة أول شغلة نحنا بنكون فهمين حالنا من أول الإشي اللي بنعملها كاتيا بس نكون عم نشتغل مع مراهقين ما رح قول أطفال لأنه نحنا المراهقين بنقدر نشتغل معهم ديراك بس الأطفال كمدربين منفضل نشتغل معهم خلال من خلال أهلهم بقى الأهل منبلش لهم دايما الشغل أو التدريب هلأ قدين نحنا بنكون فهمين حالنا بنكون فهمين حالنا بخمس محلات بنكون فهمين حالنا قدين نحنا عنا قدرة تحمل قدين ناخد منقدر ناخد سترس قدين في إيجابية بحياتنا قدين منقدر ناخد قرارات تحت ضغط نفسه صعب قدين نحنا عنا العلاقات منعرف نتواصل مع الآخرين قدين نحنا عنا الإدرة يكون عنا بحياتنا وقدين نعرف هالعواطف طبعنا والمشاعر طبعنا منقدر نعبرها ولا ما منقدر نعبرها كل هول بكونوا ذكاء اجتماعي عالي وذكاء عاطفي عالي عند الأهل هلأ بس يكون الشخص قدر يكون بهالمحل هيدا بيقدر بطريقة كثير سلسة يوصل لأولاده بطريقة المعاملة طبعا شو بيقدر يوصل هلأ أصلا الجو بيكون مختلف بالبيت صح يعني والولد نعرف أنه بيقلد أهله أو عليهم بيتأثر بالأجواء اللي موجودة فهو منكون بلشنا هيك مريمنا عنه وقت في حالات بحاجة لمساعدة أكيد أصلا ما في حدا مننا عنده كمال كمال بالموضوع بالموضوع الذكاء الاجتماعي والعاطفي كلنا عنا محل معين لازم نشتغل عليه كلنا عنا محل معين لازم نطور فيه بس بالإجمال إذا كان سكور كتير كتير واطئ منأثر سربيا كتير على الأولاد هلأ هوني كمان طريقة التربية كتير بتختلف لأنه بتربي ولد سلبي أو ولد عنده اكتئاب أو بتربي ولد اجتماعيا بيقدر يتأقلم مع حيالة محل هو موجود فيه أو بيقدر يتماشى مع حيالة شي بيجي على دربه وبيكون عنده ثقة عالية بنفسه هوني في عدة نئات كمان كتير مهمة إنه نتدركه كأهل ونمشي فيها تنساعد الولد إنه يوصل بهذا الطريقة ديما يعني في مجال للمساعدة في زروف بتوصل لمطرح معين سلبي أو إيجابية أو فيه أوقات كمان أطباع فيه فيه طبع أكيد فيه نحنا فطريا نحنا بنخلق متل ورقة بيضة هالورقة البيضة بتكون كتير مرتاحة ومبسوطة بحياتها بس البيئة تبعنا بتأثر بس فيه أطباع الأطباع يلي بتغيير يعني نفس البيئة بتأثر على الشخص وما بتأثر على التاني أو بتأثر عليه بشكل مختلف صح مظبوط كتير بس أنت عم نحكي عن البيئة وعم نحكي عن طريقة التربية يعني الأوضاع يلي نحنا بنربع فيها إذا كان فيه صراع بالبيت مثلا هي من النئات يلي بتودى لولد مكتئب منطوي على نفسه صراع بين الأهل هيده شغلة بتأدي بس فيه عندك فطريا نحنا منأثر منكون عندنا ذكاء عاطفة عالة أكتر من غيرنا في حالة جينية أكيد بس ما بتتعدل 25% يعني بيئيا هو أكتر ونحنا منقول يعني كونترولابل أكيد كونترولابل حتى إذا أطعت بمراحل كتير صعبة بحياتك كطفل وكمراهق وكيونغ أدلت بيانت الدراسات هلأ أنه نحنا لدينا الإدراق أنه نشيل هذا المحل يلي فيه تروما ونقدر نشيله نقدر نمشي بطريقة إيجابية بحياتنا بس بدنا نخلق الإدراك للموضوع تنقدر نمشي لقدام بقى فيه هلأ نحنا بس عم ندرك الموضوع من نحنا وصغار أحسن لأنه أحسن ما يصير فيه مشاكل كتير أكتر بعدين هلأ الصعوبات بالحياة بتقوينها كمان مش يعني أنه الصعوبات مش منيحة بالعكس بس لازم تكون صعوبات لحد ما يقدر الولاد يتأقلم فيها وينحكى هلأ قلتلك أنه في فرق بين الأولادية اللي بتطلع إيجابية والأولادية اللي بتطلع سلبية هون الأهل اللي بيلعبوا دوري كتير كبير حسب هني أدي عندهم كنترول على نفسهم إلنا ذكرنا الصراع بين الأهل وفي عدة أمور تاني منا ما تهرئي للولد يعني أنه ما تعطيه كل شيء بدوياه هيدا الجنريشن يعني بنسميه جنريشن زي جنريشن مهروق يعني ما فينا نعمم هيك بس أنه كل شيء حاصلين عليه هني وهيدا الشيء بيخليهم ما بقى بدهم يشتغلوا ليوصلوا لمحال بقى بتلاقيه أنه في كتير اكتئاب وفي كتير توتر بهالجنريشن لأنه في زهق لأنه في زهق وفي كتير أمور بتأثر على هذا الموضوع وأكيد منها هي مواقع التواصل الاجتماعي وما غيرها يعني هلأ بنحكي شوية أكتر عنها بقى الهرقة كمين ما يكون في ديسيبلين بقلب البيت يعني الأهل بيقولوا عشغلة إيه برجع بيقولوا لا برجع بيقولوا لا برجع بيقولوا إيه يعني ما فيه كونسستنسي بهذا بالقرارات بتربي ولد ضايع يعني بتربي ولد ما بيقدر يكون عنده قرارات وياخد قرارات بعدين هيدا كلها بتبين بأعمار كتير صغيرة كاتيا يعني عم نحكي نحنا ما دون الخمس سنين عندك التأثيرات بتبلش بهذا العمر وأكيد بعدها أكيد بتأثر بشكل كتير كبير هذا موضوع موضوع القرارات يليزم تكون هيك واضحة وكونسستنت بيبين كتير أنه الولد بيكون عنده يعني عم يرفضها أو عم يواجهها ويجيبها ولكنها مفيدة له لو كان عم يرفضها أكيد إنه هو بتطمنه لو كان هو بده يسور عليها أكيد لازم يسور عليها بس نحنا كيف نتعاطى معه؟ نحنا هون منفكر بوقت من الأوقات القلب يفكروا أنه ما عم نستفيد شي عم نشتغل بس ما عم نستفيد شي في يأس بيتعبوا يعني بينما هو لا بهالوقت عم يتكون شي عن الولد أكيد التغيير طي يحصل بقلب الدماغ عند الولد ولا عند الكبير ما بيقدر يبلش قبل ثلاثة شهر يعني عم نحكي ثلاثة شهر يوميا مش عم نحكي ثلاثة شهر من العمل الدقوب نهار عشرة لا لا عم نحكي من هون بتاخد كتير وقت وأشهر وسنين لا تقدري توصل إلى نتيجة أنت بحاجة أنك توصل إلى بقى الأهل بيزهقوا بس الأهل ما أوقات بينسوا أنه هني بشو قطعوا يعني هني الأشياء اللي كانت هني تزعجهم وقتا كانوا أطفال ولا وقتا كانوا مراهقين بقى بديء خلقهم بس على عمر معين بقى هل هل ثوران أو هالثورة يلي بيعملوها المراهقين أو حتى بعمر الستة أو سبعة شغلة كتير منيحة مش يعني كل اللي عم نعملو مش عم بيفيد أكيد لا أكيد لا هيدا شي كتير منيحة رح ناخد اتصال ألو ألو بونجور أهلا تفضلي أنا عندي ابني عنده خمس سنين أنا كتير عم حاول وعم بشتغل أنه أويله ثقة بحاله أويله شخصيته بس المجتمع الخارجي مثل عمه وخاله مثلا ما بيعرفوا بكل هالأمور بيحقوا أحيانا الشيء بحس أنه بتنزله من معنويات وبتنزله من ثقة بحاله كيف بدي أرجع أنا بعدين أرجع حسندله من حسندله من ثقته بحاله وهيكو من فخصيته أرجع قويل وياهم بالبيت بعد ما بيكون أنه متعرض لهالأسف من العالم أهلا وسهلا فيك هي الأساس أصلا هي الأساس يعني هذا اللي بدي ألاقيه هي الأساس والبي أكيد أهم وكتير منيح أنه يتعرض لهالإضطهادات إذا بديك برات البيت لأنه هيدا كمان رح ينمي له من شخصيته هلأ حيرجع على البيت مكتئب أو مزعوش هي عليها تبلش يكون في حوار بينه وبينه شو سبب الأزعاج ليه مفكر حالك هيك خلي عبر خلي عبر عن الموضوع ومت لقيله الحلول تجرب هو يليه الحلول لهذا الموضوع أكيد تساعده شوي بس مت لقيله الحلول ويا حبيبي ويا عيني وماشي الحال وكل شي منيح يعني نحكي عن خمس سنين بعد شوي بالمدرسة رح يصير فيه كمان تنمر رح يصير فيه بير براشر أكيد يعني هو بدو يتعلم يواجهون والأهل بدو يتعلموا كمان يكونوا وقفين حد ولادهم بهالوقت أكيد بس هوني بنا ننوع على شغلة إنه بس يصير في عدم احترام للولد من قبل لأقارب ولا الأصدقاء وهيكي لازم يتدخلوا الأهل مش لازم يتركوه لأنه ساعتها ممكن يصير في حالة بحس الولد إنه هو ما ترك لوحده لا يجيبه لأنه ولد بعمره عمره خمس سنين ما بيقدر يجيبه لوحده بقى قلة الاحترام بمجتمعاتنا بعد فيه احترام الكبير يلي شغلة كتير مهمة وضرورية احترام الأكبر بس على أساس إنه الأكبر محترمنا على أساس إنه الأكبر محترمنا لأنه أوقات كتير ممكن يصير في عدم احترام للولد وحس حاله هو إنه مأكول من حقه وحتى البوردرس طبعوله يعني بحس إنه الأساس طبعوله أخذوله منه بقى هذا شيء كتير مهمة الأم أو البي ونلحل حماية الولد مش إنه الولد هو يكون عم يواجه فأزا بهالحالة لأ لازم الأهل يتدخلوا بهذا العمر أكيد نحن أهل لنتدخل مش لنترك ولادنا لوحدهم كل الوقت بس نعرف أي متى نتدخل لأنه العزاء المفرد كمان بيؤدي لأ إذا بدك وتكبير الموضوع أوقات يعني يعني بيؤدي ولا التقليل منه ولا تكبيره أكتر من حاجة يعني بيؤدي كمان لواحد يصير ركيك بالحياة يعني مش ديما نحيطه للولد بس نعرف أي متى نتدخل يعني بي مثل ما قصة عدم الاحترام هاي دي شغلة كتير كبيرة الكذب على ولد كمان شغلة كتير كبيرة بس بحالات الصغيرة لأ نتركه هو يواجه لواحده موضوعنا طويل بتصار بتحمل حلقة تانية كمان نجع مناخده من غير زاوية بحلقة تانية أهلا وسهلا فيك دكتور زينة دايما يعني ناخد هيك تبس واضحين بالنهاية لكيف نتعامل مع الأمور شكرا لأليك مرسي فات دكتور زينة غصوب الأسود دكتور بسلوكات البشرية واستشارية ومدربة تطوير ذات كانت معنا بها الموضوع وقفة هلأ ونرجع من تابع على لايف